اشتركوا في القناة المواد المباركة كذلك لان فيها فائدة كبيرة فالفائدة الكبيرة دي اللحم الطير فاولا هو غنيب اوميغا تخوا هاد المادة الطبيعية الضغورية للحياة لان لحم الطير كي عاوننا في نقص الكوليستيرون الضار كي عاوننا في نقص الدهون وهي شي لشكل قوي كيدخل في الحمية او كيدخل في الاطباق الحمية عند بزاف دي الناس ما ننسوش بينا لحم الطير 150 جرام ديالو كافيانا باش تهيج لنا الخلايا الدماغية وترفع لنا المستوى او المرضود يدير اشتغال ديال الدماغ الى 90% وهكا كي رفع لنا الدكاء وكي رفع لنا يعني كي حرب مشاكل الاكتئاب مشاكل الطيراب النوم ومشاكل الجهاز العصابي وضروري ندخلو عند ولدتنا في التغذية ديالهم لانه غادي نمي لهم الدكاء ديالهم غادي عاونهم على الدراسة ديالهم ما ننسوش ان لحم الطير ضروري بالنسبة للحامل لانه كي رفع لها من نسبة لسيتفوليك اللي ضروري ومهم لها والجنين وخاصة انه كي ساعد في التكوين ديال الجنين والحفاظ عليه داخل الرحم ديال المرأة ما ننسوش بينا لحم الطير كذلك كيمكننا ان ناخدوه كمقوي للعضلات ولحم الطير من المواد الطبيعية اللي كتحتوي على بروتينات سريعة الامتصاص اذا من اللي كتكون بروتينات سريعة الامتصاص كنستفضوا بسرعة بالمزايد البروتينات خاصة في تكوين الأحماض الأمينية خاصة في تكوين العديد من الأنسجة والخلايا اللي كتكون في الجسم ديالنا واللي الدور ديالها انها كتحفظين على التوازن والصحة ديال الجسم ديالنا فاليوم ما هضرنا على لحم الطير نتمنى اننا نكونوا استفدنا منه واكيد ان اللحم الطير كي خصنا ناخدوه لحم الطير اللي ما كيكونش فيه الدهون خاصة بنسبة الناس اللي عندهم كوليستيرول الناس اللي عندهم ضغط مرتفع والناس اللي كذلك يعانيوا من مشاكيل الكيلي ولحم الطير اكيد باش نستهلكوه بطريقة سليمة فانا كنصح ان الدجاج مثلا خاصة الدجاج الرومي من كنناخدوه نحاولو نحيدو لي ديك القشرة دياله او ديك الجلدة دياله لان في الجلدة فين كي تخزن السموم وفيك تخزن كذلك المواد او بعض الادوية اللي كتكون كتتعطى الدجاج يعني بالحفاظ دياله الحفاظ على السلامة دياله وهكا يلاحيدناها فغنستفدوه من اللحم مباشرة وهكا كيمكن نستفدوه منه بطريقة سحية فحلقتنا اليوم انتهد نتمنى اننا نكونوا استفدنا مع بعضياتنا من اللحم الطير نبقى في مكونات طبيعية اخرى نبقى في نصائح اخرى والى هنا تهلا الله في صحيح تكم وصحة في طوركم اشتركوا في القناة